السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث. الادادي هنبدأ معكم النهاردة ان شاء الله المحافظة التانية محافظة اسكندرية. لان قلنا وقعدنا ان شاء الله ان هنحل موظم المحافظات. بدأنا بضميات الحلقة الماضية. نبدأ النهاردة حلقة ايه? اسكندرية. محافظة اسكندرية. سؤال الاول اكمل ما يأتي. واحدة قياس الاشعاع. الريم. ناخد بالنا موجود في معظم الامتهنات. طبعا الكمية المسموح بها لا تزيد عن ايه? خمسة. ريم عشان الانسان ما يصفش بالاضرار بتاع الاشعاع. نمرة اتنين. القدرة الانتفاف الانبوبي لللسان من الصفات السائدة. من الصفات السائدة في الانسان. نحفظ ديت موجودة عندنا في الكتاب. الصفات السائدة ايه? والصفات المتناحية ايه? في بعض حاجات بتتحفظ. خلاص الاساس ايه? بنقول ايه دايما نفهم قبل ما نحفظ في بعض حاجات ايه? عاوزة تتحفظ. يمكن زيادة معدل تفكك فوق اكسيد الهايدروجين باضافة مادة نقط المادة نفسها. يعني مادة كيميائية. ساني اكسيد المنجانيز. ساني اكسيد المنجانيز. ده عامل حفاز قوي او عامل حفز قوي. او قطع من البطاطا. من البطاطا وجود فيها انزيم اسمه الاكسيديز. كيف الانزيم اسمه ايه? انزيم الاكسيديز. بيعمل عمل ايه? المادة الحفازة. تفرز الغدة الضرقية هرموني السيروكسين السيروكسين والبارا سورمون. طبعا في مسألة حلوة. اعطيها لي. اعطي لي بعض المواد. وبيقول لي ازاي نحصل على مرة عن الحاس. ومرة على مين? على غاز الاكسوجين. وضح بالمعادلات الرمزية الموزونة فقط. كيف نحصل على المواد اللي اعطاها لديه? ازاي نحصل على فلز ايه? النحاس. طبعا فلز النحاس لو مركزين شوية مع بعض. انا بيعطيني مسلا محلول كبريتات النحاس. خلاص. واعطيني ماغنيسيوم. واعطيني ملح نضرات السوديوم وانبيبو له. شيء طبيعا الماغنيسيوم انشط من النحاس. هي طرده. يبقى دي اول معادلة. يبقى نفكر ازاي برضو? عشان ما نحفظش كتير. لان احنا قلنا اقل حفظ موجود بس ببعض حاجات. يبقى عشان نحصل على النحاس ماغنيسيوم زائد كبريتات النحاس. محلول كبريتات النحاس. المعادلة دي خدناها في الاحلال البسيط. احلال فلز محل فلزة اخر. في محلول املاح. الماغنيسيوم انشط من النحاس. هي طرده. ازا النحاس مادة حمراء تكونت زائد كبريتات الماغنيسيوم م جي اس او فور. يبقى دي رقم واحد في اللوة طلبه. ازاي نحصل على فلزة ايه? النحاس. طيب رقم اتنين طالب مني غاز الاكسوجين. غاز الاكسوجين هنجيبه ازاي? هو اعطيني نطرات السوديوم. وعطيني النبيب اختبار. وعطيني لهب. يبقى رقم اتنين نطرات السوديوم. نطرات السوديوم. ان ايه? ان اسري ساهموا على حرارة. لما يحدث لها انحلال بالحرارة. بديني اتنين ان ايه? ان او تو زائد غاز الاكسوجين الذي ايه? يتصعد. وده المطلوف ايه? المسألة او السؤال. اسئلة جميلة بصراحة. نيجي السؤال رقم اتنين. اكتب المصطلح العلمي. رقم واحد تغير تركيز. اول ما شوف تغير التركيز بالنسبة الوحدة الزمن. ده طبعا صورة ايه? التفاعل. سرعة التفاعل. نمرة اتنين حالة الموصل الكهرابي التي توين انتقال الكهربية منه او ايه? الجهد الايه? الكهرابي. الجهد الكهرابي. تابعوا معايا. محافظة الاسكندرية صفحة مية. في اكتاب الامتحان. عندنا يبينة. في الكاميرا. صفحة مية. نمرة ثلاثة الصفات التي تنتقل من جل اخر مثل فصيلة الايه الدم. دي بالنسبة للمصطلحات العلمية. طبعا دي الصفات الايه الوراثية. الصفات التي تنتقل من جل اخر مثل فصيلة الدم. الصفات الوراثية. الصفات الوراثية. الحالة التي تنشأ نتيجة زيادة افراز هرومون النمو في مرحلة الطفولة. بنقول العملقة. العملقة في قزامة. لو في نقص العملقة اللي عكسها اللي هي ايه? اللي بتحصل ان الانسان بيبقى الى حد ما جسمه مش متوافق مع الاجزاء اللي هي بالنسبة للاقدام والايه واليدين والاصابة. لديك فلتاميتر اميتر مفتاح مقاومة. خلاص. طبعا بيقول لي وصل. الكلام ده بس ناخد بالنا بطارية مكونة من ثلاثة اعمدة متصلة معنا على التوالي. دي مهمة. يبقى في مسألة. طالما قال لي بطارية مكونة من ثلاثة اعمدة. اولا البيانات اللي عند دي طالما فيها ريوستات ومقاومة سابتة. يبقى بيقول لي كون بالراسم فقط. دائرة كهربية. يمكن عن طريق دراسة العلاقة بين شدة الطيار وفرق الجهد. سؤال جميل. يعني عاوز يقول لي ارسم. اللي هو دائرة اوم. نبدأ دائرة اوم بالراحة خلاص كده. بنبدأ ببطارية. بس هو اشترط علي حاجة. ان البطارية اللي موجودة في تلات بطاريات. خلاص متصلين على ايه? التوالي. يبقى بطارية مكونة من ثلاثة اعملة متصلة على التوالي. دي مهمة جدا. لان هيقول للبطارية الواحدة اتنين فولت وهنا اتنين فولت وهنا اتنين فولت. يبقى نبدأ باب شغلنا. طبعا هنبدأ انه مسلا. مفتاح. وممكن مفتاح نحطه لحتة التانية. خلاص. ورايوستات منزلق. وبنبدأ هنا الاميطر. الاميطر. وبنبدأ هنا مقاومة سبتة. خلاص. وبنبدأ الفولتا ميتر بالتوصيل على ايه? التوازي. بالتوصيل على التوازي. نتابع مع بعض سؤال جميل. ما شاء الله. يبقى البيانات عندي هي تريوستات. هنا مفتاح. هنا تلت بطاريات زي ما هو قال لي. على التوالي. دي البيانات هي الموجودة في الايه? هنا اميتر. جهاز قياس شد الطيار. هنا فولتا ميتر. وهنا مقاومة ايه? سبتة. مقاومة سبتة. يبقى ده اول حاجة في السؤال عندنا. السؤال عندنا براها خلاص كده. بيقول لي. كون بالرسم دائرة كهربية. ممكن عن طريقة دراسة العلاقة. ها? ممكن يقول لي اسم الدائرة ايه? طبعا الدائرة اسمها دائرة ايه? اوم. دائرة اوم. دائرة اوم. دائرة اوم. دي اول حاجة عندنا. خلاص? طيب. الحاجة التانية. الحاجة التانية. بنبدأ. السؤال. ازا علمت ان القوة الدفعة الكهربية للعمود الواحد اتنين فولت. ازا علمت ان القوة الدفعة الكهربية للعمود الواحد ايه? ازا ما ارسمناها. احسب كمية المقاومة. طبعا عندي ميم بتساوي جيم على ته. خلاص? بنبدأ نقول فرق الجهد كامل? فرق الجهد تلات بطاريات متوصلين على التوالي يبقى مجموعهم ستة. شدة الطيار عطها لي. ازا علمت ان قراءة الاميتر بيساوي ستة. يبقى ستة على ستة. ستة على ستة. فيها الواحد اوم. واحد اوم. يبقى دية مسألة حلوة. رسمنا فيها دائرة اوم. تاني حاجة طلب مني ايه? مسألة من ضمن الايه? الجزئية بتاعتها. نبدأ رقم جيم. رقم جيم. رقم جيم. بيقول لي اذكر استخداما واحدة من استخدامات السلمية للطاقة الايه النوائي. طبعا الاستخدامات السلمية في الطب تشخيص وعلاج بعض الامراض كالايه السرطان. يبقى الوقت ينوت استخدام السلمي في الطب. الطب بنعمل فيه ايه? بنقول استخدام في تشخيص الايه الامراض. زي بعض ايه الامراض السرطانية. نيجي للسؤال رقم تلاتة. الف حدد العامل المختزل في كل من الايه المعادلتين. اعطيني معادلتين. نبص فهم كده لسا عاملينهم من شوية في محافظة ضميات. ادى اكسيد النحاس زائد الهايدروجين. بس بيقول لي مع ذكر السبب. هنا الدني الحاس زائد ايه مية. حدد العامل المختزل في كل من التفاعلين. مع ذكر ايه? يبقى طبعا العامل المختزل هنا ايه? الهايدروجين. العامل المختزل هو الهايدروجين. ليه الهايدروجين? لانه لانه ينتزع الايه الاكسوجين. يبقى سميه عامل ايه مختزل. نيجي نبص المعادلة التانية. المعادلة التانية اعطيها لسوديوم. اتنين سوديوم زائد اتنين كلور. سهم اتنين. طبعا العامل المختزل هنا السوديوم. لماذا? ليه السوديوم? هو العامل المختزل? لانه فقد الاكترونات. فقد ايه? الاكترونات. يبقى ده السؤال تلاتة رقم ايه? الاف. نكمل. نمر با. رقم با. بيقول لي صوب ما تحته خط. صوب ما تحته الخط. الجينات اجزاء من دي النية موجودة في السيتو بلازم. طبعا في النواة. نواة الخلي. نواة الخلي. في دائرة الطيار الكهرابي المستمر. تنساب الجزيئات. طبعا ليس الجزيئات الالكترونات. الالكترونات. لتمر خلال الدائرة ثم تعود للقطب الاخر. رقم تلاتة. رقم تلاتة. الهرمون الاستروجين يحفز نموه طانط الرحم. طبعا هرمون البروجستيرون. بروجستيرون. اذكر نص قانوني نازال لعوامل المندل. طبعا ده نص القانون الايه? الاول. اذا اختلف فردان نقيان. اذا اختلف فردان نقيان. في زوج واحد من الصفات المتضادة. في انهما ينتجان افراد بهم الصفة. احد الصفات او صفة احد الفردين فقط. اللي احنا بنقولها على السائدة. وفي الجيل التاني تظهر الصفات معا بنسبة تلاتة سائد الى واحد ايه? متنح. يبقى في الجيل الاول بيبقى 100% ظاهر الصفاتين. خلاص? يبقى 100% صفة سائدة. وفي الجيل التانية بتظهر الصفاتين تلاتة الى ايه؟ واحد. نيجي للسؤال الرابع. نمر الالف. واحد فيه. جميع العناصر او هذه العناصر مشاعة معادة. طبعا الحديد. الراديوم اليورانيوم السيزيام دي ناشطة عند اضافة محلول نطرات الفضة الى محلول كولوريد السوديوم فانه يتكون طبعا لسه المعادلة دي يتعملنها راسب ابيض من كولوريد الفضة خلاص واحدة قياس كمية القهربية واحدة قياس كمية القهربية انبير ولا كولوم ولا فولت ولا جول طبعا كمية القهربية بالاي كولوم طب الانبير واحدة قياس ايه شدة الطيار الفلت فرق الجهد وقوة دفع الكهربية الجول عندنا واحدة قياس ايه الشول نبدأ رقم اربعة يستخدم لقياس المقاومة الكهربية جهاز الاميتر طبعا الاميتر يستخدم في قياس شدة الطيار الفلتاميتر يستخدم في قياس فرق الجهد مراجع سريع كمان مع حل الامتحان الرئيستات المنزلق طبعا معروف عن طريقه بنتحكم في شدة الطيار بتغيير الايه المقاومة في الايه الجهد الكهربية وفرق الجهد وشدة الطيار علل لما يأتي معدل تفاول حمض الهايدروكلوريك مع برادة الحديد اسرع من معدل تفاوله مع قطع من الحديد لها نفس الايه الكتلة لماذا؟ لزيادة مساحة السطح المعرض للتفاول فيزداد سورة ايه التفاول علل اختيار مندل لنبات البازلاء لاجراء ابحاثه طبعا مندل اختار نبات البازلاء لعدة اسباب اولا نمرة واحد وفرت هذا النبات نمرة اثنين سهولة زراعته نمرة تلاتة به اكثر من صفة متضادة يعني فيه صفات اللون الاحمر مع الابيض فيه الطول مع الايه الكسر فيه صفات كتيرة دورة حياته قصيرة يعني ممكن يزرع النبات البازلاء اكثر من ثلاثة اربع مرات في السنة يبقى دية الاجابة النموذجية بنختار منها على الاقل ايه التلاتة جيم بما تفسر ظهور نباتات بزورها خضراء عند تزاوج نبات بزوره خضراء صفة متنحية مع اخر بزوره صفراء صفة سائدة بيقول ليه ان البزور الخضراء ظهرت عند تزاوج بزور صفراء سائدة مع بزور خضراء صفة متنحية اصده في السؤال ان الصفة المتنحية ظهرت اه تابعا لقانون مندل الاول بنقول عند تزاوج او عند تهجين نباتين احدهما به صفة سائدة والاخر صفة متنحية يعني به زوج واحد من الصفات المتضادة فان الجيل الاول تظهر الصفة السائدة فقط بنسبة 100% الجيل التاني بتظهر الصفتين معا بنسبة 3 للصفة السائدة وهي في الحالة هنا صفراء البزور الصفراء وهو واحد صفة ايه متنحية اللي بزوره ايه خضراء يبقى الوقتي هنا البزور الخضراء ظهرت ليه تابعا لقانون مندل الاول فان الصفتين تظهر بنسبة 3 سائد اللي هو اللون الاصفر والاخضر بنسبة ايه واحد كده ان شاء الله انتهت محافظة الاسكندرية وانتابع معاكم ان شاء الله الحلقات القادمة بقية المحافظات الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة